هذا وتبذل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبذل جهودا متواصلة في العمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها وتصدر اهتمامات المؤسسة النهوض بمجال التعليم ودعم المنشآت التعليمية وتشييد المدارس والجامعات في مختلف دول العالم وبالأخص دول العالم الإسلامي من خلال مشاريعها التعليمية المتميزة والمستدامة جهود إنسانية وتنموية بذلتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كان من ضمنها مجال التعليم الذي أولته المؤسسة اهتماما خاصا في الداخل والخارج والذي يؤكد على سعيها المستمر في النهوض بالمجتمعات من خلال اهتمامها بنشر العلم والمعرفة جهد كبير وعطاء متواصل وكفاءة عالية عبرت عنها أعمال المؤسسة الملكية في دعم التعليم ما جعلها مصدر فخر لجائزة الإسيسكو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي من خلال مشاريعها التعليمية المتميزة والمستدامة والتي تعكس رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم بالجانب التربوي والتعليمي في العمل الخيري والإنساني كما يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحراء لمختلف الشعوب الذين يعانون من آلام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية اختيار المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للفوز بهذه الجائزة من بين أربعين مرشحا تقدموا بمشاريع تربوية وتعليمية جاء ليؤكد على حرص المؤسسة للنهوض بالأداء التعليمي والارتقاء بالخدمات التربوية وتحسين البناء والهياكل والوسائط اللازمة لذلك حيث جاء استحقاق المؤسسة للفوز استنادا إلى معايير تقييمية واضحة مبنية على أسس علمية شملت جميع مشاريعها التربوية والتعليمية يأتي هذا التقدير للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومن قبل منظمة عريقة مثل الإسيسكو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للتطوع في تطوير المشاءات التربوية بدول العالم الإسلامي ليحفزها على المزيد من العطاء لتوفير بيئة حاضنة للتقدم والنمو المستدام من خلال مشروعاتها ومبادراتها في المجال الخيري والعلمي والتعليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة